من رام الله ينضم إلي الخبير في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي أهلا بك سيد خلدون سأبدأ معك من آخر التطورات هل سيلاقي المقترح الذي قدمه جانس منذ قليل بشأن إنشاء لجنة تحقيق رسمية فيما حدث في السابع من أكتوبر قبولا لدى كابينة الحرب ولدى نتنياهو لدى نتنياهو بالطبع لن يلاقي قبول نتنياهو منذ الأيام الأولى ومنذ أن ذهب رئيس الأركان الإسرائيلي إلى تشكيل لجان تحقيق داخل الجيش بشأن إخفاقات الجيش وكيف يمكن استخلاص العبر منها لتحسين الأداء العسكري حتى هذه اللجان رفضها نتنياهو لأنها تفتح باب تشكيل لجان تحقيق في الإخفاق ككل على المستوى السياسي والاستخباري والعسكري لذلك يرفض نتنياهو هذه اللجان ويقول إنه لن يتم تشكيل لجان تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر إلا بعد انتهاء الحرب والجميع يرى بأن نتنياهو لا يريد لهذه الحرب أن تنتهي لذلك يرفض الصفقات يذهب باتجاه عملية عسكرية في رفح يتوقع أن حتى لو انتهت الحرب في غزة ربما يقوم بفتح جبهة أخرى في لبنان مثلا المهم بالنسبة له أن تبقى حالة الطوارئ وأن تبقى الحكومة الإسرائيلية الحالية قائمة وأن لا تتم مسألة في إخفاقه شخصيا كرئيس لحكومة الاحتلال وعن باقي المسؤولين معه لأن ذلك قد يؤدي أيضا إلى انهيار حكومته فمن الصعب الذهاب إلى هذا الخيار بالنسبة لنتنياهو جانتس ربما يأتي هذا المقترح من قبله في سياق المناكفات بينه وبين نتنياهو والمسارعة باتجاه انسحاب جانتس وأيزين كوت من كابنت الحرب وهو أمر متوقع لكنه متأخر جاء جانتس في مؤتمر صحفي قبل نحو أسبوع تقريبا ووضع مواعيد لنتنياهو لتنفيذها الثامن من حزيران مثلا من أجل وضع خطة شاملة للرؤية المتعلقة بالحرب وموعيد أخرى تتعلق من انتخابات وغيرها وإن لم يتزم نتنياهو بها فسينسحب من هذا المجلس الفكرة كلها تترسخ في أن التوتر عالي نتنياهو يرفض إشراء جانتس وأيزين كوت في القرارات في داخل مجلس الحرب الطرفان ينتظران لحظة مناسبة لتفكيك هذا المجلس ولكن اللحظة هذه يجب أن تكون لصالح أحدهما لمنح الفرصة لشن الهجوم على الآخر وتحميله المسؤولية لذلك جاء جانتس أيضا بالدق على الوتر الحساس هذا بالنسبة لنتنياهو بتشكيل لجان أو بالدعوة لتشكيل لجان تحقيق وهذا قد يدفع الأمور إلى ربما إقدام نتنياهو نفسه على حل مجلس الحرب وهنا قد يحمل مسؤولية حل ما تسمى حكومة الطوارئ أو حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل طيب يعني هل يصدق الشارع بتقديرك الشارع الإسرائيلي أعني بذلك ما قاله الجيش وما أعلنه البارحة لا عمليات خطف ولا عمليات قتل للجنود بحسب ما أعلنه القسام من التجربة والتي ربما يمكن قياسها ولو بطريقة غير علمية لكنها مؤشر هي الردود أو التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي هناك تصديق للرواية الفلسطينية هناك حتى بات نقاش مفصل في مواقع التواصل الاجتماعي على نوع السلاح الذي عرض في مقطع الفيديو يوم أمس وبأنه قد يكون يستخدم من قبل وحدات خاصة وحدات النخبة العمليات العسكرية الخاصة أو الكوماندو في الجيش الإسرائيلي وأن هذا السلاح قد يكون مستخدم حتى أن البعض نشر مقاطع فيديو تظهر بعض أفراد هذه القوات يحملون هذا السلاح والإشارة إلى نوعه وأين يصنع ومن الوحدات التي تستخدمه لذلك هناك جدل واضح بهذا الشأن لكن الملاحظ أيضا هو حجم تدخل الرقابة العسكرية بمعنى عرض هذه مقاطع الفيديو ليست فقط هذه المقاطع التي تصدر عن القسام لكن كل ما يتعلق في الحرب بقطاع غزة لا يتم عرض إلا ما يقوم الجيش ببثه ونشره وتصويره ويسمح بنشره لوسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأمر دفع أحد المختصين في حقوق الإنسان وقانون الحرب وهو إسرائيلي قال في مقابلة الفيزيونية أنه لو يسمح له فسيحاكم كل وسائل الإعلام الإسرائيلية وصحفين الإسرائيليين الذين منعوا الإسرائيلي من الحق في الحصول على معلومة ما يحدث تماما في قطاع غزة بحجب حجم الدمار عدد القتلى ما يقوم به الجيش الانتهاكات التي تحدث فالقضية واضحة هناك تعتيم هناك رفض للرواية الفلسطينية وليست فقط قضية العملية الأخيرة أيضا أساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في قطاع غزة هذا أعلن رسميا بأنه قتل في السابع من أكتوبر وتم احتجاز جثته في قطاع غزة لكن مقطع فيديو نشر قبل أيام أيضا كان شبه صريح بأنه أسير وليس قتيل في قطاع غزة هذا أيضا لم يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي رغم أن جنازة رسمية نظمت له بعد ربما شهرين من أحداث السابع من أكتوبر والإعلان رسميا بأنه قتل هذه الأمور يتم حجبها عن الجمهور الإسرائيلي في وسائل الإعلام ما تسمى المينستريم لكنها تبقى متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي وهذا يخلق ربما رأي مخالف لما تسعى السلطات العسكرية والسياسية في إسرائيل لبث بين الإسرائيليين نعم طيب بالتالي كيف سيبني نتنياهو المرحلة التالية التي تتعلق بالمفاوضات والتي تتعلق بجهود الصفقة التي يرعاها الوسطى في ظل كل هذه المتغيرات وهذه الضغوط أيضا هذا هو العنصر الأكثر غيابا ما يسمى اليوم التالي بالنسبة لمستقبل قطاع غزة هذا لا يوجد عليه نقاش في إسرائيل وهذا أيضا جزء من التحذير الذي نفوا أطلقه جانتس تجاه نتنياهو بأنه يجب وضع خطة استراتيجية شاملة لمستقبل هذه الحرب نهايتها وما يليها فيما يتعلق بقطاع غزة هذا الأمر غائب لأن الخيارات صعبة بالنسبة لنتنياهو حتى داخل ائتلاف الحكومي بن جفير واسموتريتش يريدون استيطان قطاع غزة مثلا ومؤخرا قال بن جفير في مقابلة بأنه لو تتاح له الفرصة فسيعود للاستيطان شخصيا في قطاع غزة وأنه يجب العمل على ذلك بتحفيز الهجرة الطوعية كما يسميها للفلسطينيين من القطاع من أجل جلب مئات ألاف الإسرائيليين للعودة إلى هناك حتى رأينا يوم أمس مقطع فيديو لجند احتياط يدعو إلى التمرد في الجيش على بني جانتس وعلى يو أف جلانت وعلى رئيس الأركان هاليفي والانصيع فقط للتعليمات التي يصدرها بن يمين نتنياهو هذه الأمور كلها تجد تفاعلا في إسرائيل لكن قضية المستقبل بالنسبة لهذه الحرب والأهداف والفشل في تحقيقها كل هذا حاضر في النقاش الإسرائيلي لكن دون جدوى ودون خطوات واضحة ودون استراتيجية واضحة لدى بن يمين نتنياهو أيضا هذا ما ربما يثير غضب العالم الغربي من إسرائيل بأنها دخلت في حرب لا تعلم كيف ستكون نهايتها ولم تعد نفسها لما بعد هذه الحرب صحيح شكرا جزيلا لك خلدون البرغوثي الخبير في الشأن الإسرائيلي حدثنا من رام الله شكرا جزيلا لك